التهزير الإيد كانت جميع الطيور تسلي الإيد وكانت شعيدة للغاية لأنها ستكون كادرة على أداع فعلا تزهية وكانت كل الطيور تتحدث إلى الجزار ليذهب من نهية أخرى كان فالد بيبابيك يتحدث أيضا إلى الجزارين حول تزهية البقرة بيبابيك تقول عيدا سعيدا لأمها وأبيها وتعزن من أصدقائها بالزيارة والدها في العيد إذا لم يتم تزهية بهم سأحزرهم معي نعم ابنتي تهزر أصدقائك وستبخك والدتك بيبابيك تعطي إلى منزل صديقتها مونسون إيد سعيد ما حدث لماذا أنت حزين لا شيء إنه يوم الإيد لكن لم تأت لهم أزحي من أي مكان جاء الصون ومون لأستحابك اليوم وليمة في المنزلة تسبح سعيدة ثم يسبحونا إلى منزل صديقة آخر ميت توتا كان ميت جالسا حزينة يفكر في مدي غرابة يوم العيد هذه المرأة لم يأتي بيبابيك بعد وسرعان ما تصل بيبابيك ميت إيد سعيد لديك تعال إلى منزلنا هناك فليمة لا بعث بيبابيك كنت أفكر في نفس الشيء لم تأتي ثم يأتي الجميع إلى منزل بيبابيك تدعم والد بيبابيك الجميع ويقضون الجميعا يوم العيد معا ثم إلى المغادرة تأتيهم والد بيبابيك صندوقا من اللهم أرسلت التعام في فترة ما بعد الظهر الآن تأخذها كلهم سعداء ويزحبون من هذا الكسة حصلنا على هذا الدرس الذي يجب أن نتذكر جميع أصدقائنا من حولنا في الإيد من قطم لهم عيزا لهم الإيد أدفع لنا الأعزاء لمشاهد مقاطع فيديو مماثلة أشترك في القناة مسل الفاديو ومشاركتها مع استكائك